النهاردة كان فيه اجتماعات مهمة لصفراء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بينقشوا الأزمة اللي حصلة في العالم في الفترة الحالية وازاي محاولة يعني إيجاد مخرج للدول كلها يعني سواء كانت صناعية كبرى أو غير صناعية كبرى كل العالم بتبحث يعني عن سبل للخروج من هذه الأزمة ممكن بعض أزماته مالية في بعض أزماته متعلقة بنقص حاد في موارد الغذاء في ناس أزمات ربما تكون أكتر من كده أو تدعيات اجتماعية وسياسية هنتكلم مثلا على في هذا الاجتماع يعني سفراء مجموعة الدول الصناعية السبع أعلانوا النهاردة وجددوا مسندتهم لمصر في مواجهة أزمة نقص الحبوب اللي تسببت فيها الأزمة الروسية الأوكرانية وأصدروا بيان عن سفراء كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبية القاهرة أكدوا أن سعر الأمح وصل في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ارتفع 160% عن سعره قبل انطلاق الأزمة أو شرط الأزمة في شهر فبراير الفاتح كل الدلال بتشير إلى تحديات أكثر صعوبة قادمة مش بس على منطقتنا ولكن على العالم كله نتيجة لهذه الأزمة سفراء الدول الصناعية السابع كمان قالوا في بيانهم المشارك أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في تعرض إندادات الحبوب في العالم للخطر الشديد وأكدوا أن الحل لهذه الأزمة الفورية يكمن في إيقاف الحرب بشكل عاجل وبشكل فوري لأن ده أكيد ليه تأثيرات بشكل فادح على الغذاء في العالم ونقص الغذاء في العالم نسبة كبيرة جدا من المزارعين مثلا في أوكرانيا لم يتمكنوا من جني المحصول خلال الفترة الفادح وده برضو ليه تبعات في نقص شديد في محصول الأمحناك كمان أكدوا أن مجموعة السابع بتاقف إلى جانب مصر وبضعب مصر خلال هذه الأزمة اللي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية وقالوا نعمل على تعزيز تعاوننا مع مصر لمواجهة هذه الأزمة من خلال زيادة الدعم لأنشطة برنامج الأغذاء العالمي في مصر أو الأطر الإقليمية الأخرى كالتحالف العالمي للأمن الغذائي ترجمة نانسي قنقر